رميو اللي نعلم رميو يا قد ما تفتح ليش كده ما تخضنيش رميو نعم تعال رميو 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 ايوة اين زي كده ايوة اخيرا زيك عامل ايه حبيبي سايك سايك عايز تعد او ايه اتعد اعد بقى لا لا مش لازم بقى اتعد يعني انت كنت كويس انت كنت كويس يا دينيلا يلا باي سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير النهاردة هنتكلم سريعا عن فوائد اه قص مخالب القطط واضراره والفوائد منشوكوين عندنا فايدة للمربي وفايدة للقطط نفسه الفايدة اللي هتعد على المربي نفسه ومصلحة لي انه طبعا القطط مش هيجراحه لما يجي هزر معاه القطط مش هيبهد للكنب والستاير وممكن حتى السجاد بمخالبه ثالث حاجة احيانا القطط بيكون في حالة مزاجية مش مزبوطة ممكن في لحظة القطط ممكن في لحظة يروح قلب عليك في الوقت تبعا انت لازم تبعد عنه ولازم تعرف امتى الوقت المناسب اللي انت تبعد عنه وامتى الوقت المناسب اللي انت تبعد عنه في حالة ممكن يهجم عليك عشان يقولك ابعد فلازم مثلا يديك رسالة فمش لازم الرسالة دي تكون بجرح فيه واحد بعيد لي صور القطط بتاعه مبهدله جدا والراجل راح المستشفى وراني دراعه مبهدل جدا جدا وده عشان وقت اللي هو كان فيه القطط متخدر عشان كان بيحلق شعره عند البيتري وبعدين طبعا قرب منه في وقت ما يفعش يقرب منه خالص الاوقات المحذورة اللي انت تقرب له لان دي فيها بهدلة فهو طبعا قرب له في الاوقات المحذورة والوقت المفهود مكانش يقرب له فيه وبالتالي القطط هجم عليه هجوم رهيب بأسنانه مخالبه الجرح رهيب 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 طبعا انا عشان الصور دي على الانستجرام وانا لغيات الانستجرام تماما وتويتر وكده بصراحة لان صعب اللي انت ترد على اليوتيوب والانستجرام وتويتر الناس اللي متزعلش اللي هي بتبعاتلي على الانستجرام ترجع بتبعاتلي على اليوتيوب لان ما تلاقي مثلا يوتيوب فيه عندك 500 تعليق من ضمن 500 تعليق فيه عندك على اقل منهم 150 او 200 سؤال لازم تجاوب عليهم تخيل انت هتخلص المتين سؤال دول وبعدين تروح تكمل زيهم على اليوتيوب على الانستجرام او تويتر فالموضوع هيبقى ماضيع على الوقت كبير جدا واليوم كله هيضيع عليها مفيش عندي انستجرام مفيش عندي تويتر اي حد كان سألني سؤال عن استجرام يرجع يسألي تاني على اليوتيوب انا بجاوب ان شاء الله حتى لو اتأخر عليك بس بدخل اشوف الاشعارات وفق اي تعليقات كان اليوتيوب عمليها عليها حظر او حاجة وان شاء الله بجوب لك عليها بالنسبة للفايدة للوقت نفسه لما يكون المخلب طويل المخلب بياخد وضع انحناء لما بيطول اكتر بينحني اكتر فالعاجل للوقت ممكن يطلع على سجادة ملفوفة عندك او مثلا ستارة ويبتدي يطلع يتسلقها فممكن المخلب بتاعه يشبك في المكان المرتفع ده تخيل لو محدش في البيت والوقت المخلب بتاعه تعلق او شبك في المكان ده والوقت مش عارفش يخلص نفسه في العادي انا بروح شايل القط ومنزله طيب انا مش موجود في البيت محدش موجود في البيت القط بدأ يعاني لدرجة ان هو مش قادر يتحمل حاجة كده فبالتالي اما هيتكسر منه المخلب يامل اقد الله ممكن يتشال من الجدر نفسه من تحت فاحنا بنحافظ برضو على حيات القط موضوع المخلب ده مشكلة كبيرة جدا ايه هي الاضرار اللي هتعود على القط او ايه الاوقات اللي ما ينفعش اللي انا اقص فيها اغافر القط اصلا لو مثلا عندك قط او قطة بتطلع دايما برا البيت وانت مديها فرصة اللي هتطلع برا مثلا فرضا للموضوع التزاوج او انت مثلا عايزها تسيبها في الحديقة او اي مكان برا ما ينفعش اللي احنا نقرب للمخلب اصلا لسبب لان القط بتاعك هيكون عرضة للهجوم سواء بسبب التزاوج او مثلا هجوم عدائي من القطة التانية فبالتالي لازم يدافع بها عن نفسه لو القطة ما كانش عنده مخالب والطرف الاخر اكتشف اللي هو ما عندهش مخالب وده هيتلاحز من اول احتكاك او التحمى بينهم هيستغل النقطة ضعف دي وبالتالي القطة بتاعك هيرجع متبهدل تماما خلينا بقى ندخل على كم تعليق كده بصراحة ما قدرتش فوتهم في التعليقات انا طبعا احترم وجهة نظر الجميع والحمدالله انا عمري كده كده اصلا بيكون التعليق محظور فخلص بسيبه متعلق يعني ولكن اي حد ماه مختلف معايا حتى لو قال لي انت جاهل ما بتعرفش حاجة والله بسيبه نهائي وقل له علمني لو في اي حاجة اي حد ممكن يعلم الاخرين كل واحد فينا عنده علم انا ممكن في حاجات ما عرفهاش انتو تعرفوها ناس عندها خبرة تربية الحيوانات مش لازم يكون ظاهر في الصورة ولكن بلاقي ناس كتير جدا في التعليقات عندها خبرة كبيرة جدا وانا ذات نفسي بستفيد منها اي حد عنده معلومة عايز يفيد بها الناس التانية يعني مثلا في واحد سأل سؤال وانا جاوبت عليه او مثلا معرفتش اجاوب عليه او نسيت اجاوب عليه او مش فتوش وانت لقيت الموضوع طول انت ادخل جاوب عليه انا مش عطارة تماما بالعكس ده انا هديك قلب كمان لان الفكرة في القناة نفسها ولا في منافسة ولا في تحدي ولا انا الاقول انا بس اللي بعرف وانا الخبير وما حدش يجاوب بالعكس تماما انت كده تريحني اكتر لما انت هتجاوب انت هتوفر علي وقت وحتى لو انا مش فتش التعليق بقى الشخص الاخر ده استفاد من اجابتك اي حد اي فا انا بجي لمساحة اي حد عايز يجاوب اي حاجة عايز تضيف معلومات عشان كلنا نستفيد ولكن في ناس انتقاضها بيكون بدون سبب يعني مثلا واحد كتب لي كل الي انت عملتو ده غلط فغلط فغلط وما ذكرش السبب فانا قلت له اقول لي صح فما جاوبش فانت بتقول لي غلط لازم تقول ايه صح مش عشان انت تغلطني ولا انت تعلم علي ولا تقول لي كزا لا بالعكس والله انت لو قلت لي حاجة انا مش شايفها قدامي انا هعرف تاني يوم او في حلقة تانية هقول اعتذر يا جماعة الحاجة دي كانت غلط وبالتالي كلنا هنستفيد فما يفعش اللي انت تقول لي غلط او كل اللي انت بتعمله ده غلط وما فيوش اي اساس من الصح وفي الاخر ما تذكرش السبب تعليق تاني واحد بيقول لي الطريقة اللي انت عملتها دي غير مناسبة على الاطلاق والمفروض انت تستخدم الطوق طيب احنا انا عايز اتكلم في حاجة هل مثلا كل الناس عندها الطوق هل كل الناس عندها ادوات القطط المطلوبة انا دايما بتعامل على اساس ان اللي قدامي او الشخص اللي يسمعني ما عندوش اي اداة من دول انا ما عنديش عمود خربشة هل انا مقدرش اجيب عمود خربشة لكن الفكرة انا بوجه للناس اللي ممكن معظم اغلبنا بيكونش عندنا عمود خربشة انا شايف الموضوع ممكن يكون مكلف على الناس كتير فبالتالي لازم تشوف فديل اللي هو سجادة قديمة وشوفه في اللينك فوق حلقة مخصوص كنت اعملها على ازاي تعود القطط على العمود الخربشة ومش لازم يكون عندك عمود خربشة انا مقدرش اجيب مثلا مقصة اضافر بتاع القطط ولكن الفكرة هنا ان مش كل الناس برضو هيكون عندها مقصة مخصوص بتاع الاظافر وعد اتكلم في الحتة دي ان في حاجات كتير في مستلزمات القطط فقط للبيع تدعو كرم بين دي و ديه ديه قصفة العادية و ديه قصفة القطط الكيرف نفسه واحد يعني مثلا انا هديك مسال ديه القصفة العادية تمام الكيرف نفسه ده كيرف نفسه ده اللي هو عمل زي الخصين كده يعني مثلا خصة يوئي قصي maintainsered كثومها الأصفة اللي هيقص loose اللي مع بعض ديه ده سلاح بتاع القصفة العادية اللي هي ده قص فيها ستجدها نفس الشكل في الأصفة القطط لكن يمكن أن تقصف للأظافر هو المقص المقص يكون السلاح بصورة مستقيمة فهو يمكن أن تقصف شروخ في المخلب من النص إذا جربت المقص جربت المقص فجدت المخلب تشق من النص فالمفيد أو الأنسب لقص الأظافر الكيرف اللي بيكون السلاح عامل زي القصين مقابلين لبعض وده متوفر في الأصفة زي ما موجود في أصفة الأصفة المخصوصها القطط أغلبيتنا وده الأغلبية مش عنده الطوق بتاع القطط وهل الطوق هو الوحيد الأداة اللي ممكن تنفع مع القطط؟ طبعا أنا ممكن أحط الطوق للقط هل لو الطوق اتحطت القط خلاص القطة هيديك إيد وكده ويقولك يلا قصي لي ده وافري؟ لو قط الشرس والله لو حطيت له إيه؟ الحلقة الجاية مهمة ومن أهم الحلقات اللي أنا عملتها بصراحة والناس كلها نفسها تعمل الموضوع ده استنون الحلقة الجاية السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة